موسيقى السلام عليكم نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين ثمانية جرحان بين عشور شوائل في انفجار سيارة مفقخة بمنطقة المجوري ببنغازي والمجلس الرئاسي الدين ويصف الحديثة بالجريمة البشعة سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب السرط ويؤكد تعاونه مع طيران الدعم الدولي غدا تضربة مشتركة على معاقل التنظيم خلفت ثمانين قتل تشغيل محطة كهرباء الزاوية بكامل وحداتها الغازية بعد فتح خط الغاز المغذي لها وجهود لإعادة الوحدات البخارية التابعة للمحطة إلى العمل لتوفير أربعمائة ميجاوات لشبكة الكهرباء أهلا بكم إلى وقوع ضحايا جراء الانفجار هذا أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقباله لثمانية جرحة أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من مسجد أبو هريرة في منطقة المجوري وأشارت مستشفى الجلاء عبر صفحتها على موقع التواصل للاجتماع فيسبوك أن من بين الجرحة وزير الداخلية الأسبق عشور شوائل مضيفا أن جميع الجرحة في حالة صحية جيدة دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما وصفه بالتفجير الإرهابي الذي سادف مسجد أبو هريرة بمنطقة المجوري في بنغازي واقتصالات الجمعة اليوم وأصفا إياه بالجريمة البشعة وأكد المجلس الرئاسي في بيان له ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله دعيا كافة الأطراف إلى توحيد الصفوف والتمسك بالوفاق الوطني لمواجهة ما سماهم بالعابتين بأمن البلاد هذا وعبر المجلس الرئاسي في بيانه عن تعازيل أهالي المواطنين في بنغازي الذين سقطوا جراء التفشير أكدت القوات الخاصة السعقة والمضلات الموالية لعملية الكرامة سيطرتها على مراصد جديدة بشعبية الطيرة غربية بنغازي بعد اشتباكات وقعت أمس الخميس وأضافت القوات الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك أنها أعطت أمرا بوقف إطلاق النار للسماح بخروج العائلات العالقة بجنفودة مشيرة إلى أن من وصفتهم بالجماعات الإرهابية منعت العائلات من الخروج حسب قولها أطلقت منظمة التضامن لحقوق الإنسان نداء عاجلا وجهته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتحرك العاجل وإنقاذ العالقين في منطقة جنفودة ببنغازي محملة إياه والبعثة الأممية المسؤولية القانونية الكاملة فيما سمته بالتقصير في الحفاظ على أرواح المدنيين وبينت منظمة التضامن في بيان لها أنها حصلت على معلومات تفيد بتعرض المدنيين للقصف العشوائي بالثقيل والطائرات وصفة الوضع هناك بالمأساوي للغاية كما أشار بيان منظمة التضامن إلى النداءات السابقة التي دعا فيها المجلس الرئاسي والبعثة الأممية لتحمل مسؤولياتهما إلا أن تلك النداءات قوبلت على حد وصفه بالتجاهل التام أكد الناطق باسم غرفة عمليات طوارئ الجوية محمد جنونو أن سلاح الجوال ليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرد وأوضح جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الضربة الجوية التي نفذها سلاح الدعم الدولي جنوب بوابة الخمسين بين وادي مراح وقرار الجهنم والتي سادفت أكثر من ثمانين عنصرا من عناصر التنظيم تمت بالتنسيق بين غرفة طوارئ الجوية والغرفة الأمنية المشتركة مصراتة وقوات البنيان المرصوص المكلفة بتأمين سرد بعد خمسة وأربعين يوما من المتابعة وأضف جنونو أن التعاون مستمر بين قرفة عمليات الطوارئ الجوية والسلاح الدعم الدولي فيما يتعلق بعمليات الرصد والمراقبة مع تأكيد قوات البنيان المرصوص في أكثر من مناسبة تمركز عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة جنوب مدينة سرد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني توجيه ضرابات جوية دقيقة لمواقع تابعة للتنظيم الخميس وأوضح المجلس أن العملية تمت بالتنسيق مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكم مضيفا أنها خطوة سيبقية لإحباط محاولة ما يعرف بتنظيم الدولة لشن أي هجوم على سرد أو المناطق المجاورة لها بدوره قال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية محمد جنونو إن أكثر من ثمانين عنصر من عناصر التنظيم الفرين من سرد قتل خلال هذه الضربات الجوية وأكد جنونو أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغرض من تجمع عناصر التنظيم بهذه المنطقة هو إعادة تنظيم صفوفهم والانطلاق من جديد نحو الجنوب وجنوب مصراتة والخمس وزليتن وقرزة وبراك الشاطئ وسبها من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تدمير معسكري تدريب تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة على بعد 45 كم إلى الجنوب الشرقي لمدينة سيرت وقال كارتر إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة دعم الجهود الليبية في مواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة ومنعه من شن هجمات جديدة في البلاد أو إقامة ملاذ آمن له لإعادة ترتيب صفوفه وفيما يتعلق بآخر تطورات داخل مدينة سيرت أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وقوات عملية البنيان المرسوس محمد الغصري أن جثث مئات من عناصر التنظيم ما زالت تحت الأنقاض مناشداً المجتمع الدولي لتقديم المساعدة في مجالي انتشال الجثث وإزالة الألغام وبقايا المتفجرات من جهته دعا ميدو بلدية سيرت بختار المعدان إلى التنصيق من أجل إعادة الأجهزة الأمنية والترتيب لعودة النازحين مؤكداً أن ما يعيق عودة الأهالي إلى سيرت هو عدم تفعيل الخدمات بالشكل المناسب وطلب المعدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدعم المجلس البلدي من أجل إعادة الاستقرار وتنفيذ خطة الطوارئ التي وضعها المجلس عقب تحرير مدينة سيرت هذا وقال الخبر العسكري رمضان زرموح في نشرة سابقة إن تمركز عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في مناطق جنوب سيرت يشكل خطراً على المدينة والمناطق المجاورة لها وشدد زرموح على ضرورة تكثيف الجهود لرصد تحركات التنظيم ومنعه من إعادة الترتيب صفوفه حسب قوله منطقة قرار جهنم تقع جنوب سيرت وكان موجود بها دشم أسلحة ودخيل تابع الجيش السابق الحقيقة هذه منطقة استراتيجية تربط بين الوسط الليبي والشمال وهو سيرت فتواجدهم هناك شكل خطر كبير على عدة مدن قريبة من هذه المنطقة أكد مدير إدارة محطة كهرباء الزاوية عبد المجيد القاضي تشغيل المحطة بكامل وحداتها الغازية الست بعد فتح خط الغاز المغذي للمحطة وصيانة الوحدة أربعة بعد توقفها لمدة سنة كاملة بسبب عطل فني وأضف القاضي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجهود مستمرة لإعادة الوحدات البخارية الثلاث التابعة لمحطة كهرباء الزاوية إلى العمل خلال يومين على أقصى تقدير متوقعا دخول وحدة بخارية إلى الشبكة الجمعة قال القاضي أن الوحدات الغازية توفر تسعمائة ميجاوات في حين توفر الوحدات البخارية أربعمائة ميجاوات لشبكة الكهرباء في ليبيا والتي تغذي مناطق من راس جدير إلى جيمينس أنهى فتح خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية بعد أيام من إغلاقه من قبل محتجين أنهى الجدل حول تكرر انقطاع الكهرباء في عدد من المدن لساعات طويلة حتى أنه بلغ حد الإظلام التام المزيد عن الجدل الذي أثرته حادثة قفل خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية نستعرض في سيق تقرير التالي بعد أيام من إغلاقه وما ترتب عنه من حدوث حالة الإظلام التام في أغلب مناطق البلاد فتح الصمام المغذي لمحطة الزاوية البخارية من جديد بعد الإفراج عن أبناء المدينة المختطفين في منطقة ورشفانة منذ أيام وزير الحكم المحلي المفوض بدات جنسو أكد إعادة فتح الصمام بعد جهود مشتركة مع أعيان ومجالس الزاوية ورشفانة الحقيقة الآن يفترض أن الآن الصمام يكون يغدي في المحطة والآن الأمور بإذن الله تعالى ستكون بإذن الله منتازة من جهته أعلن رئيس المجلس المحلي الزاوية نجيب البشتي رفض المجلس لقفل الصمام المغذي للمحطة البخارية داعيا حكومة الوفاق الوطني لفتح مصالحة وطنية شاملة بين الزاوية ورشفانة لنبذ الخلفات وفتح الطريق الساحلي وضمان سلامة أبناء المدينتين نحن نتأسف على قفل الخط المغذي لمحطة كهرباء الزاوية البخارية وعقب أعلان وزارة الحكم المحلي إعادة فتح الصمام بيانت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها إعادة إغلاقه مجددا من قبل نفس المجموعة التي قامت بإغلاقه حيث أكد مدير الشركة المكلف من حكومة الوفاق عبد المجيد حمزة إغلاق الصمام بعد فتحه لساعة ونصف مشيرا إلى أن الشبكة العامة خسرت ما يزيد عن 800 ميجاوات بسبب قفله ومع تضارب التصريحات حول فتح الصمام من عدمه أعلن الناطق باسم مديرية أمن الزاوية نبيل بوزواي بدأ عودة الغاز إلى المحطة وتشغيلها تدريجيا تم الاتصال بدارة الكهرباء بالزاوية وبإعيانهم شيخهم أن الأمر تم تسوية وضع عملية فتح الصمام ولله الحمد والمنى وأصبحت الأمور إن شاء الله في وضحها الطبيعي غلق المنشآت الحيوية وقفل خطوط الغاز ومحطات الكهرباء وحتى المياه أسليب يلجأ إليها المحتجون لتنفيذ مطالبهم في ظل غياب الجهات الأمنية الرادعة الأمر الذي أثر سلبا على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية حول آخر المستشدات بخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الزاوية مدير إدارة محطة كهرباء الزاوية عبد الموجيد القاضي سيد القاضي أهلا بك بداية لو تعطينا فكرة أوضح عن الوضعية الحالية لمحطة كهرباء الزاوية بعد فتح خط الغاز المغذي للمحطة نعم السلام عليكم بداية الوضع الحالي لمحطة كهرباء الزاوية للزاوجة الوضع الحمد لله يعني المحطة عادت إلى وضعها الطبيعي بل الأفضل مضعها الطبيعي طبعا لأننا الآن أدفنا وحدة جديدة اللي هي الوحدة الرابعة اللي كانت متوقفة منذ حوالي سنة نظرا لعطب المحول الخاص بهذه الوحدة الآن تم تركيب محول والحمد لله عن طريق عناصر وطنية من إدارة النقل ومحطة كرباء الزاوية للزاوجة الآن الوحدة شغالة على الشبكة العامة الآن ستة وحدات غازية تشتغل على الشبكة العامة وبحمد الله الآن جالي تشغيل ثلاث وحدات بخارية الأخرى طبعا الحمد لله صمام الغاز تم تفعها أمس مساء حوالي الساعة الرابعة مساء اليوم عندنا مدادات الغاز موجودة وضعها في المحطة أيضا هناك الحمد لله عندنا مخزون من الوقود الخضر طيب إذن الآن بعد تشغيل الوحدة الغازية الست وأيضا الوحدة الرابعة المتوقفة التي كانت متوقفة منذ عام ما هي نسبة مشاركة محطة كهرباء الزاوية في الشبكة العامة للكهرباء؟ نعم حقيقة الآن محطة الزاوية تشارك بثقل كبير جدا في الشبكة العامة الآن بسة وحدات غازية فقط ننتج حوالي 940 ميجا واط من إنتاج الشبكة العامة الإجمالية طيب هل هناك أي إجراءات تم اتخاذها من قبل المحطة لضمان عدم إقفال خط الغاز المغذي لها من جديد؟ والله حقيقة أنا أعتقد أن هذه هي مهمة جهات أخرى لما حط الزاوية لا أجد مهمتنا تقتصر في عملية توليد الكهرباء ولكن ليس لديكم معلومات حول ذلك حتى بالتواصل مع هذه الجهات المعنية بتوفير طرف الأمني أكيد أكيد أنا أعتقد أن الجهات الرسمية في مدينة الزاوية وكان مجلس محلية ومجلس سكرماء وأيضا كذلك مجلس البلد الزاوية الغرب أكيد هناك إجراءات بحماية تأميس هذه المراسة وإذن موصل وطنية النفط وحصة المنجاة النفطية وما إلى ذلك من كل هذه الجهات طبعا اللي يجب إتباعها والذي يهمها جدا أن يبقى هذا الصمام بطوة وأن لا يستتكرر مثل هذه الجهات وطح عبد المجيد القاضي مدير إدارة محطة كهرباء الزاوية شكرا لك أكد عميد بلدية سبا حامد الخيالي رجوع تيار الكهرباء إلى المدينة ليلة أمس بشكل تدريجي بعد انقطاع دام أكثر من 15 يوم في أغلب مناطق المدينة ومدن الجنوب عامة وأضاف الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فرق الصيانة بشركة الكهرباء في المنطقة الجنوبية باشرت أعمالها في سيانة خطيهون والشاطي لربطهما بالشبكة العامة والتقليل من ساعات طرح الأحمال هذا وأوضح الخيالي أن مدينة سبا تعاني أوضاعا معاشية صعبة نتيجة شح المياه وغاز الطهي ونقص الوقود في بعض محطات التوزيع فضلا عن ترد الوضع الأمني وزيادة عمليات التخريب من قبل المجموعات المسلحة الخارج عن القانون والتي طالت جامعة سبها والمجمع الإداري وعدد من أبراج الكهرباء في المدينة حسب قوله تصدف مدينة سبا غد السبت اجتماعا يضم أعضاء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة ومجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى عمداء البلديات لبحث الأوضاع المعيشية في مدن الجنوب ومناطقه وقال عمد بلدية سبا حامد الخيالي أن الاجتماع سيخصص لبحث المختنقات المعيشية التي تواجه سكان الجنوب والمتمثلة في الوضع الأمني والتيار الكهربائي والوقود فضلا عن ترد الخدمات الصحية والتعليمية وأضف خيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنطقة الجنوبية تشهد مؤخرا أوضاعا استثنائية وتفتقر لأبسط مقومات الحياة مطالبا كافة الجهات الحكومية بتقديم الدعم اللازم لبلديات الجنوب ووضع حل جذري ينهي معاناة المواطنين حسب قوله هذا ووصف عضو المجلس البلدي سبا إبراهيم محرز الوضع الإنساني والمعيشية في المدينة بالسيء نتيجة انقطع التيار الكهربائي لأكثر من 15 يوم وما ترتب عنه من ترد للخدمات الصحية وإقلاق للمدارس كما طالب محرز في نشرة سابقة أعضاء الجنوب في الدولة بالعمل الجاد على حلحلة المختنقات التي تواجه السكان حسب قوله الأوضاع المعيشية طبعا صحية يبحث عن رغيف الخبل أصبحت الحطول على رغيف الخبل قال عضو المجلس البلدي وباري أحمد مرتضى أن المدينة تشهد ظروفا معيشية صعبة نتيجة تكرر انقطاع التيار الكهربائي وترد الأوضاع الأمنية والخدمية فضلا عن شح الوقود ونقص السيولة النقدية وأكد مرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار وفاة بعض الأطفال والمسنين نتيجة غفاظ درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة الكهربائية مشيرا إلى أن مستشفى وباري العام يعاني نقصا في المعدات والدواء وتقتصر خدماتها على الفترة الصباحية فقط هذا وطالب مرتضى كافة الجهات الرسمية في الدولة بالنظر إلى معاناة سكان وباري وتوفير متطلبات حياتهم اليومية حسب وصفه بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمود حجازي وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي مع خليفة حفتر تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع الأطراف الليبية المختلفة وأكد حفتر استعداده للمشاركة في أي لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول توفقية للخروج من الأزمة السياسية وتدعم الثقة بين كافة الأطراف حسب ما نقلت وزارة الدفاع المصرية وشدد حفتر على أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين ليبيا ومصر مرحبا بكافة الجهود والتحركات السياسية الليبية التي تسعى لحل الأزمة دعم الاتفاق السياسي كحل لإنهاء الأزمة في ليبيا هذا ملتقت عليه تصريحات مسؤولنا غربيين وعرب خلال الأيام الماضية المكلفة بالسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم كافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا وذلك خلال لقائها برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي أشر بدوره إلى الأهمية التي توليها بلاده للمبادرة التونسية الجزائرية المصرية بشأن الوضع في ليبيا مؤكدا ضرورة وضع حل ينهي الصراع السياسي ويحقق الاستقرار في المنطقة الحل السياسي يلقى دعما فرنسيا بحسب ما صرحت به السفيرة الفرنسية لادا ليبيا بريجيت كوريمي على أن يكون خليفة حفتر جزءا من هذا الحل من جهته جدد السفير البريطاني بيتر ميلت تأكيده لدعم بلاده للاتفاق السياسي وتحقيق تسوية سياسية تشمل كافة الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة حسب قوله دعم ترجمته إيطاليا على أرض الواقع بإعلان فتح سفرتها في ليبيا خطوة وصفها المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بالإشارة الإيجابية للدعم الإيطالي لليبيا تأكيدات دولية على دعم الاتفاق السياسي تقابلها تحركات دبلوماسية محمومة حيث تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الحادي والعشرين من يناير الجاري وممثلين عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لبحث الأزمة الراهنة في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية إذا نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق تعلن استئناف صرف المساعدات المالية للنازحين في تونس وتبحث إمكانية منحهم التأمين الصحي ثمانية جرحة من بينهم عشور شويل في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة المجور ببنغازي والمجلس الرئاسي يدين ويصف الحادثة بالجريمة البشعة سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات بيعرف بتنظيم الدولة جنوب سرط ويؤكد تعاونه مع طيران الدعم الدولي غداف ضربة مشتركة على معاقل التنظيم خلفت تمامين قتيل تشغيل محطة كهرباء الزاوية بكامل وحداتها الغازية بعد فتح خط الغاز المغذي لها وزميد لإعادة الوحدات البخارية التابعة للمحطة إلى العمل لتوفير أربعمائة ميجاوات لشبكة الكهرباء أهلا بكم من جديد منح وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين المفوض من قبل حكومة الوفاق الوطني يوسف أبو بكر منح الإذن بسئناف صرف المساعدات المالية العاجلة للنازحين في تونس وذلك وفقا لللائحة المعتمدة ونقش أبو بكر رفقة وزير المالية المفوض أسامة حامد الحلول العاجلة للمهجرين وأبرز المشاكل التي تواجههم كما بحث إمكانية فتح فرع للجامعة المفتوحة ومنحهم التأمين الصحي فضلا عن فتح مقر لمضومة الجوازات وصرف المرتبات المتوقفة لهم قال تنهيئة ليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إنه تم تسجيل ما يقارب تسعة عشر ألفا وتسعمائة وستين أسرة نازحة في مدينة بنغازي العام الماضي وأشارت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى أن هذا العدد مصنف حسب أماكن النزوح حيث وصل عدد العائلات النازحة في المدارس إلى ثمانمائة وأسرتين بينما ينزح في ضواحي بنغازي ألف وثلاثمائة وخمس وأربعون عائلة ويصل عدد النازحون في المنازل إلى ما يقرب ثمانية عشر ألف وأوضحت الهيئة أن هذه الأحصائية قابلة للتغيير حسب آخر المستجدات في عمليات التسجيل أعلنت شركة لبريغا لتسويق النفط اليوم الجمعة بدأ بيع استوانات الغازة للمواطنين عبر نقاط البيع بمستودعي الهاني والطرابلس النفطيين وأضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الخطوات تأتي للقضاء على بيع استوانات الغاز بطرق غير قانونية في السوق الموازي بعد تكليف جهات أمنية لمراقبة عمليات البيع لضمان تزويد كافة المواطنين باستوانات الغاز وفقا للأسعار المعتمدة من قبل شركة لبريغا ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ثمانية جرحة من بين معشور شوائل في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة المجوري ببنغازي والمجلس الرئاسي يدين ويصف الحادثة بالجريمة البشعة سلاح الجواليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرط ويؤكد تعاونه مع طيران الدعم الدولي غدا تضربة مشتركة على معاقل التنظيم خلفت ثمانين قتلين تشغيل محطة كهرباء الزاوية بكامل وحداتها الغازية بعد فتح خط الغاز المغذي لها وجمود لإعادة الوحدات البخارية التابعة للمحطة إلى العمل لتوفير أربعمائة ميجاوات لشبكة الكهرباء المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب تقبلوا تحياتي ودمتوا في أمان الله اشتركوا في القناة